أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يسفرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بيهكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تقع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين منع للخير معتد نثين عطل من بعد ذلك زنين أم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطيرنا ولي سنسمه على الخرقوم إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها قائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنهدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرون قال أوسفهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طابين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا ظالمون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر له كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحقون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحقون سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقل لي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مفقلون أم عندهم الغيب فهم يتبون أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاف بالحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين